اه. تعرف اللي جاي ايه? اه. طيب معنا على الهاتف الاستاذ طاري الخولي رئيس مجلس ادارة بنك ساييب والعضو المنتدى. استاذ طاري اهلا بحضرتك. اهلا. 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 تحياتي وتحياتي المواند سعد للقياعي. اهلا بشمواند سعد لي ازاي السحة وكل سنة وانت طيب. وانت بالصحة يا فاندي ما حرمناش من زوءها. كتر خيرك. اهلا بيك. استاذ طاري هزي الشراكة الحياة بن بنك ساييب. الرائع. البنك الرائع الرسمي للنادي لالي. وللكرة المصرية عمتا الحياة. شايف دوره مع الكرة المصرية والاستثمار الرياضي بدايات ازاي? بداياتا من اه. استاذ ابراهيم خليني اهاني منتخبنا بالاح 73 افريقيا. تصبيبات فتة افريقيا. الكاميرون 2021. وان كنا كلنا زعلانين للأداء الحقيقة. بك اكتنا الحقيقة بنهنيهم ومنقول لهم وستنبينهم الاحسن. والحقيقة في وجهة نظري انا مانو وده ماتش كان شابتل محمد الشناوي حقيقي. اهو ده عمقض. صحيح. بارئنا من الهزيمة. حقيقة وان شاء الله اللي جاي بقى احسن. كده حضرتك خبير كروي مش مصرفي. لا يا فنزل. طيب ومصرفي. طيب حضرتك بقى يعني رؤيتك لدور الاستثمار من خلال رعاية النادي الاهلي ايه? اول حاجة خليني اقول لحضرتك والبشوان سعادلي ان العلاقة ما بين بنك سايب والبنك النادي الاهلي ليست اه من الشراكة دي. من سنة الفين وخمستاشر الحقيقة اه. رعاية بنك سايب للدوري المصري. وكان النادي الاهلي من طبعا بطل الدوري للجنوات عديدة وبطل بقرد. وابوده في بطولة اندية العالم شجعتنا للعام الماضي ان احنا الحقيقة نزود علاقتنا ليس بالكرة المصرية عن طريق اتحاد الكرة فقط. ولكن بالشراكة في رعاية نبقى البنك الرسمي الراعي للنادي الاهلي. جميل. نادي القرن وبطل افريقيا ويعني هعدد بطولات عديدة يعني كل اه احباء محبي النادي الاهلي مشجعين وعارفينها. اه. والرعاية دي خلت حقيقة زي ما قلنا في المؤتمر والشينا حلو كمان على النادي الاهلي. في الفوز بطولته المحببة الدوري. وفي الفوز بكاس افريقيا وكاس مصر. والفوز اهم فوز من وجهة ناظري كان اه المديلية البرونزية في كاس العالم. يعني الشركاء السلسية والعالمية. ان شاء الله. وبالتالي احنا قررنا في الرعاية ان احنا نزود بالاتفاق مع مجلس ادارة الاهلي الحياة المحترم. ايه. كابتن محمود الخطيب اللي في وجهة ناظري افضل من انجابته الملاعب المصرية مع كامل احترامي البقي العديد. ايه. وهقول لحضرتك في النهاية حاجة حضرتك حت اه والكابتن اه والبش مهندس عدلي يمكن حتفاجه بي. اه الشراكة دي جات من مجلس الادارة عن طريقين بداية الاستثمار الرياضي في مصر. اه. البداية الاولى هي اصدار البطاقات الاقتمان الكريدت كارد سيتانيوم. ايه. والديبيت كارد بطاقات الخصم المباشر وبطاقات اللي هي طبقة الشح باسم النادي الاهلي لمشجعي النادي الاهلي ولأعضاء النادي الاهلي ولأعضاء بنك ساييب ونكسب جمهير الكرة مصرية. جميل. على مختصة. على مختصة من سماءاتها. جميل. لانها الحقيقة بقامضل تعصب وبقامضل ان انا اه 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 انا بحب نادية لكن لما ينفيه النادي تاني بيلعب اه احسن بشيء بقوله ببقى كرة حلوة يعني 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 معلقين الهودان بيقولوا كرة حلوة والرياضة حلوة. اي. فاحنا اه استثمرنا كمان استثمر في تمويل النادي الاهلي. اي. 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 كثيرة جدا في روعه الخمسة اللي موجودة والفرعة السادس اللي حيفتح في التجمع ان شاء الله. ان شاء الله. فكانت اه من مجلس ادارة النادي الاهلي ومن اماد السدوء اه الاستاذ خالد درندالي زميلي وصديق العزيز ومع الكابت المحمود ومجلس ادارة كانوا طرحوا مناقصة ما بين البنوك دخل فيها اربع بنوك موافقة وزارق والسائل والزيد الشعاب والرياضة للحصول على مصدر التمويل عن طريق اه العدويات اللي في صورة التقسيط العدويات الشيكات اللي النادي بيحصل عليها من السادة العضاء المحترمين. اه. البنج دخل في المناقصة. خزنا الحمد الله من المناقصة من الجوائن. واستاذ النادي فعلا يستخدم تلك اله اه اله اه الاموال مصادر التمويل. وانا قلت في المؤتمر وبقشيد مرة اخرى بحاجتين. احنا مش بندي النادي الاهلي عشان اسم النادي الاهلي بس. احنا بندي النادي الاهلي عشان الادارة الحكيمة اللي موجودة. والادارة الحكيمة دي خلينا اقول على مختلف اجيال وتعاقب مجالة ادراس النادي الاهلي. لا يت في مجلس ادارة الحالي برياضة كبت الخطيف فقط. ولكن من مجالس الادارة من ايام سيادة الفريق المرحوم عبدالمحصن كامل مرتجي. اني انا بتشرف ان انا كنت يعني بعتبره أب تاني ليا فالحقيقة الإدارة الحكيمة هي اللي بتخلي البنوك في الأول تقرر التمويل من عدمه لأنها هي اللي بيبعندها استراتيجية ورؤية في كيفية أنها تنصق مصادر التمويل على متطلبات النادي فلما لقي نادي عنده استراتيجية بيفتح فروعه بيعمل استاد المصادر الإعلانات عنده الرعاية متعددة ومتنوعة في لجنة استثمار برياسة أستاذنا والمحافظ السابق البنك المركزي الدكتور فارول عودة فدي تكفي أن أنا أتوجه لهذا النادي وأعمل معاه الشراكة والشراكة دي كمان مش هتبقى نهايتها أن أنا أصدر كارت باسم النادي الأهلي وعضاء النادي الأهلي ولا أن أنا مول النادي الأهلي على الاشتراكات ولا أمول عضاء النادي الأهلي فقط لا إحنا هنبقى شركاء في الاستراتيجية الجديدة كابت المحمود الخصيب ومجلس إدارته هندقوا أفكار جديدة أفكار متطورة هنبقى موجودين معهم جنب بجنب إن شاء الله وبإذن الله هنبقى يعني نصل معاهم لكل ما يتمناه النادي الأهلي ومسجيع النادي الأهلي ومحب النادي الأهلي بإذن الله وقناتكم المحترمة الحقيقة اللي يعني بتخلينا كلنا ننجذب إن إحنا نبقى من مشاهديها والمعجبين بيها الحقيقة حضرتك جاوبت على أكثر مسؤال أنا كنت سأسأله لأن كنت حابب إن أنا أشوف كيف ستلمو العلاقة وتتطور تتطور هذه الشراكة مستقبلاً فأنت واضح إن في خطة مع المجلس حيبان أصارها في الفترة القادمة يعني سعداء طبعاً بهذه الشراكة وخليني أضيف كمان بعد إذن حضرتك والبشموع السعاد إن الشراكة دي فتحتنا أصاق وفتحت إنا إحنا كبنك فقط في المنتجر لأن البطاطات دي على فكرة بيبقى مميزات عديدة مش عايزة أقولها على الهوى اللي بيجييني نجوش قلت كذا وما قلتش كذا لا تتبقى معروضة الهوز تتعبك سيئة تتسجعين النبي الأهل فيه كاشباك اللي هي رد وخصومات على الأستخدام في متاجر رياضية العديدة جداً متاجر عديدة جداً متاجر رياضية عديدة مش شرابه للأفطال وللأفطال لها تتخدمها خارج مصر وداخل مصر تسحب بيها كاش برة وتسحب بيها كاش جوة من بتاعة أي بنك مش بنك سايب بس فلها مزايا متعددة جداً والحقيقة دي فتحت أفاق هذه الشراكة فتحت لنا أفاق شراكة مع نوادي راضية أخرى طبعا لأننا لقى التجربة نكحة مع أكبر نادي في مصر فأنا راجل مصفي وأنا راجل بخدم بنك واللي بستفيد منه بفيده ده ده الأساس ده ما بيقولوا كده بس من ساعد لي وين وين سيتيواشن ما هو ده أساس نجاعي أنا بس حضرتك كنت جملة تهميني جداً وأعتقد تهم قطاع كبير من الجماهير والأعضاء فكرة أن البنك من الأسبوعين الفاته يعني توصل إلى اتفاق لتقسيط العضوية الجديدة ممكن تديني بعض التفاصيل بسرعة كده عشان نحفز الراغبين في الانضمام للنادي الأهلي اللي احنا عارفينه من مجلس الإدارة والسخص مجلس الإدارة التي أنا لا أتدخر فيها كبنك أنه هو مجلس الإدارة بيسهل على العضويات في الأعضاء الجماعية لو ما هي النيل أهلي الجدد من يرغبونها في الأضوية بثقات معينة اللي عايز يبقى الكرنيب تاعة والعضوية بتاعته في الجبلية فقط أو الجبلية وفروع أخرى أو الفروع أخرى والجبلية أو الفروع كلها كل حاجة لها قيمة مجلس الإدارة الثانية لأهلي بيقررها نادي الأهلي قرر أنه هو تيسيرا على محبيه أنه يأخذ جزء داون تايمنت أنا ما عرفش نسبته أديه أعتقد 50% والجزء الثاني بيأخذه على سنوات ممكن أفرونت سنتين ثلاثة يعني بيدي سابلاير فاتيليتي أو بيدي تأسيط في دفع العضوية فاللي بيدفع 50% باش مهندس عدلي بيبقى حريص أنه يسد بقية القيمة إما العدوها تسكت عليه عنه طبعا فالنادي الأهلي بيستفيد من أن الشيكات اللي على السادة الأعضاء المحترمين دول بيوضحها عندي في البنك وأنا بمقول البنك بمقول النادي بحدود تسهيلات وصل مبلغ كبير استحن بقعدها عشان دي سيريتك للنادي الأهلي وبالنادي الأهلي على أوجه إنفاق محترمة جداً للتوسعات الخاصة بالنشاط الرياضي للمصاريف الجارية اللي هي بنقول عليها الـ Operating Expans المصاريف التشغيل للأستاذ الجديد للفروع الجديدة لتجهيزات الحجرات اللاعبين للمدرج الجديد اللي أنا سامع النادي الأهلي بيصدد إنه هو ومجلس دارة أعتقد الماضي أعلن إنه خد موافقة إنه حيجدد المدرج اللي في أستاذ كافر محترد تيتش الوجهة الخاصة بوقت الشهداء كل الحاجات دي يعني الحقيقة إحنا لما بصينا حتى على موادس نادي الأهلي كبنك وإحنا بندرسها لقينا الحقيقة الفائد اللي فيها لأنك دائما حضرتك عارف إن النوادي لا تهدف للربح النوادي الرياضية الاجتماعية لا تهدف للربح لأن تابع وزارة الشباب والرياض بس يبقى عندهم حاجة اسمها ميزان مراجعة ميزان مراجعة ده تبقى والميزانية بتاعته تبقى إرادات والمصروفات وهي قائد يعجز لتمح الله نادي الأهلي من النوادي القلائل اللي موجودين في المجتمع المصري الرياضي والاجتماعي اللي عنده قائد فده بيطمن أي متعامل موجود معنا فالحقيقة الشراكة مش هتوقع على كده هو بس التقسيط حضرتك أرجع للنقطة دي هيبقى بفايدة بسيط يعني مش كبيرة لا لا عشان يشجع الناس اللي يعني اللي بياخد الكاش لكش حاجة من نادي خالص بالعكس احنا عندنا نوعين ولسه هنطلق احنا كخدمة بقى تقسيط العدويات احنا عندنا في البنك تقسيط عدويات اشتراكات النوادي الهمة في مصر زي بالنادي الأقلي زي نادي الزمالك زي نادي الجزيرة زي نادي سبورتينج زي نادي الشمس زي نادي سموحة زي نادي هليوبلس زي نادي ودي رجلة بنقدر نحط للأفراد اللي عايدين يجوا بنفسهم ياخدوا قيمة العدوية وانقصتها لهم بعد الدراسة اللي بتتم عليهم وفقاً لتعليمات الرقبية الماكد المركزي دي قصة ملهاش دعوة بتعاملنا مع النادي الأهلي في حدود تفسيلات اقتمانية بصالح النادي الأهلي بس احنا بصدد ان هنعمل منتج جديد ان شاء الله هيبقى لعضاء العدويات النادي الأهلي لعضاء النادي الأهلي اللي عايز ان هو العدوية الجديدة ياخدها ويصحة كاش للنادي الأهلي ويقصدها للبنك هتبقى متاحة برضك ان شاء الله ده بالنسبة للعضوية سستاري لكن بطاقة سيب الأهلي بقى لمشجع الأهلي دي مسألة مهمة جدا لا مش لمشجع الأهلي لأعضاء لكل لكل العملاء للناس كلها لكل الناس اتقالت السؤال يا بشمانت عادني انا قاسف لمعاطعة حضرتك اتقالت سؤال في المؤتمر من الأستاذ اسماعيل حماد الصحفي اللي هو مسؤول على بوابة التحدي نوك مصر قال لي بتستهدف تصدر بتاعات عضوية قلت له والله لو الأهلي فان يعني بتاع مشجع الأهلي عبس أكتر من خمسين مليون مشجع فأنا حذر ستين طبعا دي مبلغة بس أنا بقول له عليك أنا حذر لأي حد حيرغب مثل العضاء أن هي الأهلي بس بالتأكيد طبعا طبعا بس أنت حضرتك شايف أن أدبر سوق هو أنها دي الأهلي الشريك الشريك بالنسبة لك بالضبط بالضبط وممكن نوادي تاني تحلو هذا الحزو مع ابنوك تاني أهلا وسهلا صحيح يعني العملية مش مقصورة على بنك بطاقة سييب الأهلي دي ممكن تبقى جاهزة إمتى دي جاهزة دلوقتي ده إحنا من دلوقتي إحنا يا فندم في المؤتمر آه وزعناها وزعناها كومفليمنتري تمام على أستاذ أعضاء مجلس الإدارة المحترمين عشان يبتدوا يستخدموها آه وتبقى تجربة ليهم عشان يتأكدوا من الخدمات اللي بتقدمها لو حضرتك عايز بو يوم الحد تيجي تفتح حساب عندنا ويصلع لك البطاقة جاهز يا فندم لا إحنا تعاوننا مع ماستر كارد وبشكر ماستر كارد إنها تعاونت معانا إنها تصدر بطاقة في وقت خياتي أه في وقت خياتي إن تعرف حررتك الشركات العالمية دي لجب تاخد موافقات وإصدار بطاقات معينة صحيح زي مثلا بطاقة ليبر بول وبطاقة أرسنل اللي كان يصدروا قبل كده هو من بعض البلوك الخفضة حضرتك قلت في البداية إن في مفاجأ هتقولها لنا في الآخر اللي هي أي بقى؟ المفاجأ اللي حقولها لكم مع حبي الشديد للنادي الأقلي آه ومع إن أنا يعني وأنا متربي في النادي الأقلي أنا متجزيرة أنا جزيراوي زيك قاعدني بيه صحيح؟ طبعا وحضرتك قلت المدير بتاعنا في يوم الأيام طبعا في الجزيرة كنا برصب بهذا أي ومع إن أنا متربي مع كل زملائي في النادي الأقلي لكن أنا جمال كاوي لكن أنا بحب النادي الأقلي وده أساسا بيوري حضرتك تقرب للدكتور الشام الخولي؟ أخوي الكبير أي عشان كده آه ماشي الموانس عاد للاحظة من البداية على فكرة يا أصوص صار طيب لاحظ الأسماء لكن أنا بعايز أقول لحضرتك آه دي رسالة لنبدو التعصو بكير طبعا طبعا لأن أنا أنا وأنا بقولها حضرتك وبقولها بروح طيبة وبقولها بسط وأمانة لأن أنا عيب إن أنا آآ أجذب عن ناس صح صح وإن كنت بشجع ناس زمالك لك أنا بحب النادي الأقلي لأن أنا تربيت في النادي الأقلي وشفت قيم النادي الأقلي أنا شفت كابتن صالح سلين بيتعامل مع ناس إزاي وأنا صغير أنا شفت كابتن طرق سلين شفت كابتن فريق مرتجي كان زميل أبويا في قوات المسلحة وكنت بجيله مكتبه وكنت بشوفه بيتعامل مع العاملين في النادي إزاي قبل ما يتعامل مع اللعيبة والعضاء الخبار إزاي في روح اسمها روح النادي الأهلي فأنا تربيت وعشقت هذا الأمر مش وعيب إن أنا أبقى بشجع نادي تاني بس الأنبوز التعصب ضد أي يعني لما الأهلي بيلعب بإسمه مصر استحالة الناس يقول لك أنا أتمنى تتمنى يا أخي تتمنى أنه مصر اللي بيلعب بإسمها ما يكسبش ويفوز ويرفع عالم مصر عالي ده كلام دي روح وطنية هيلة ونجاحات سايب مش من فراغ واضح يا أسستان أنا بقول لحضرتك منذ أنا على فكرة أنا الزمالكاوي اللي موجود في إدارة سايب الوحيد على فكرة حضرتك لأ ولما حضرتك حبيت تروح للعمل المحترف والرعاية أعملت المنطق والإقتصادي السليم وروحت وبمنتهى وبمنتهى السفق يا بشماء وبمنتهى السفق يا بشماء وده السهلة مهمة جدا يا جماعة الموضوع مش أهرام وتاع أبسط من كده أبسط من كده بكثير والموضوع جمهورية مصر العربية بزبت بزبت مش هكتزيله في أهلي وزمالي طب مالإسماعيلي كلنا كانت تسعة وثلاثين كنا متشجعوا بكثير صحيح طبعا صحيح وأنا كنت طفل صغير واشتريت التذكرة بخمسة ثابت عشان روح أتفرج على السفق فده دي جمهورية مصر العربية تندم وأنا شجع النادي اللي يرفع اسم بلدنا وبعدين عجي أقول له هاريك حاجة أنا أتسألت سؤال من الزملاء في الفناء عند حضرتك ما عرفش إزاعت ولا لا بيقول لي إيه رأيك في كابتن محمود الخطيب كله كلاعب كرة ده كابتن محمود الخطيب من عايز أقول إيه عايز أقول حاجة ما حدش قالها والله يا كابتن مبراهيم كابتن محمود الخطيب مش من أفضل من أنجبته الملاعب من أمهر من أنجبه الملاعب في أفريقيا والوطن العربي ولو قلت على أوروبا وقتها مش حدقة بجدب لأنه كان مرشح روح سنتيكيان لو تتذكر حضرتك آه لا هو لو حصل الاحتراب بتعليمين دول كان نكسر الدنيا لا يا كابتن محمود الخطيب كابتن محمود الخطيب آآ أنا أنا كنت باحضر مع صديقي عمر التنسي ابن الحج محسن التنسي كنت باحضر مع ماتشاط الأهلي ساعة أفريقيا وماتشاط الأهلي ساعة الدوري أي إحنا كنا يعني كابتن الخطيب كأنه بينالوا منا ما ينالوا من كترة وبيلعب كورا أنا خلعت مرة وقلت له أخي إلعب كورا الناس مش هامها الناس مش هامة كورا ساعة أفريقيا وصعدات بحضرتك جدا وساعدات بهذه الشراكة المهمة جدا بين الأهلي وبنك السعيد مع فناتك المحترمة ومع البرنامج المحترم بتاع حضراتكم ربنا يخلي سعيد الله زي كانوا مترحل معايا أقول دايما معاك دايما معاك دايما معاك طبعا حقول دايما معاك دايما معاك دايما معاك مدام الأهلي بيكسب بيه وأنا بكسب بالأهلي إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق حديثنا وإنتوا طيبين ومشكرين جدا جدا على الإخضافة شكرا جزيلا شكرا جزيلا الأستاذ طاري الخولي رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لبنك سايب راعي النادي الآلي والبنك الرسم أنا عايز أقول بس كل المكالمة دي كمان على قدر تفاصيلها أهميتها لكن الجملة الأخرانية بتلخصها أنا بكسب بالأهلي والأهلي بيكسب بيه ودي الجملة المحترف اللي بقولها للبهوات اللي طول النار يقول لها كان أهراب هي في الآخر أهو راجل متربي في الآلي ولكنه من أسرة زمالكوية أعلامها جيدا عريخة جدا عائلة كلها زمالكوية ولكنه لما جه في البزنس راح لللحاقة الفرص الأكتر هو ده قيمة النادي الآلي إن الناس بتروح له لأنه قمته التسوقية والجوازة الإقصادية بتبقى متكافئة الجواز للتصادي متكافئة